بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين من الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المزارع هي تغطية العذوق في الأصناف الممتازة وذلك المحافظة على جودتها وتشمل التغطية تغطية العرجون وتغطية العذق والثمار وتتم تغطية العرجون بالجريد أو بأي مادة عازية لحمايته من ضربة الشمس وتم تغطية العذق والثمار بقماش بلاستيك مخرم موجود عند دوات الزراع وكذلك خيش يشترى من دوات الزراع أو الكياس المستخدم في الدقيق أو الرز وكذلك ممكن تغطيتها فوق ذلك بالكراتين لحمايتها من ضربة الشمس لأن الشمس إذا كان اشتدت الحرارة قد تؤدي إلى حرق في العرجون وبالتالي تلف الثمار وإذا كانت ضربتها شديدة على الثمار قد لا تنضج الثمار وتتسبب بحرق على الثمار وهي من الخدمات المكلفة على المزارعين ولكنها ضرورية لأنها تكلف مواد وتكلف عماله ولكن ضرورية المحافظة على جودة الثمار وحمايتها كذلك تهدف التغطية إلى حمايتها من الطيور ومن الغبار والأتربة ومن العوامل الجوية يتم تغطية العذوق بعد التلوين والتأكد من سلامتها من العنكبوت أو أبو غبير وحتى بعد التغطية ننصح المزارعين بالتفتيش العشوائي أو تفتيش العذوق كل بعد فترة للتأكد من عدم عودة أبو غبير لها وكما يظهر من هذه النخلة العجواء المباركة في المدينة المنورة تم تغطية العرجون بمادة عازلة ثم هذا الغطاء الخارجي من الخيش يشترى لفات من أدوات الزراعة وتحته غطاء بلاستيكي أخضر مخرم أيضا غالبا هذا يحميها من الطيور جميع هذه تأخذ من محلات الأدوات الزراعية كلما تم التبكير في التغطية بالذات تغطية العرجين كان أفضل بإذن الله تعالى أحببنا توضيح هذا الفيديو لخدمة من الخدمات المهمة للأصناف الهامة في المدينة عادة أن يتم تغطية العجواء والصفاوي والعنبرة وليعلم الجميع أن الخروج بمنتج عالي الجودة يكلف على المزارع كثير فنسأل الله أن يعين الجميع ويقدر الجميع أن ترجمة نانسي قنقر